اشتركوا في القناة سنستمع جيداً لهذا النص ثم سنحاول بعدها أن نجيب على الأسئلة فبدون إطالة لنستمع معاً جيداً إلى هذا النص الصحة كنز إذا حصل عليه المرء عاش سعيداً لكني بقيت جاهلاً هذا حتى بدأت العلة تدخل جسمي لتؤرقها ناء أيامي فأتجرع كأس السقم كلما أكلت وأعاني الضر كلما سكنت إلى الراحة ولكن قررت أن لا أستسلم للداء خاصة وأن الطبيب أخبرني أن تغيير سلوك الغذائي وعادات السيئة هي الدواء فعمدت إلى السيطرة على أمرين الطعام والأحصاب تجنبت على مضض الموائد العامرة والإفراط في الطعام والشراب وامتنعت عن أكل الدهون والمقريات وعن التدخين أيضاً ولجأت إلى الرياضة والحركة والانتظام في النوم للتخفيف من الأرق والقلق والعصبية يوماً بعد يوم رأيت وزنياً قص وعافية تعود وصارت التحاليل الطبية إيجابية واسترجعت حيوية وقوتي عندها نصحني الطبيب قائلاً حافظ على هذا الكنز الذي حضيت به من جديد والتزم بقواعد الصحة التي روضت جسمك عليها ولا تضحي بها في سبيل صهرة ممتعة أو أكلة شهية فصحتك هي الأهل بعد سماعنا لهذا النص يمكن للتلميذ أن يستمع إليه أكثر من مرة أو يقرأه أكثر من مرة من أجل فهمه جيداً والتمكن من الإجابة عن الأسئلة والتأكد من صحتها من خلال هذا التصحيح النموذجي فبدون إطالة لنستمع إلى الأسئلة أول سؤال يقول متى أدرك الكاتب قيمة الصحة؟ الجواب هو أدرك الكاتب قيمة الصحة عندما بدأت العلة تدخل جسمه لتؤرق هناء أيامه السؤال الثاني لماذا قرر الكاتب تغيير سلوكه؟ كيف كان ذلك؟ الجواب هو قرر الكاتب تغيير سلوكه لأن الطبيب أخبره بأن تغيير سلوكه الغذائي وعداته السيئة هي الدواء وكان ذلك بالسيطرة على أمرين وهما الطعام والأعصاب السؤال الثالث يقول ما هي نتيجة هذا التغيير وأنت ما هي النتيجة التي خلصت إليها؟ الجواب هو كانت نتيجة هذا التغيير جيدة بحيث بدأ وزنه ينقص وعافيته تعود واسترجع حيويته وقوته ومن هذا أستخلص بأن تعديل النظام الغذائي بجعله متوازن مع ممارسة الرياضة والابتعاد عن التعصب وكل ما يتعب الجسد يحقق العافية والسلامة للجسم إلى السؤال الرابع والذي يقول ابحث في القاموس عن مفردات الكلمات التالية أول كلمة هي تأرق أو تؤرق الجواب هو تتعب ثاني كلمة أتجرع والجواب هو أشرب شيئا فشيئا ثالث كلمة هي روضة ومعناها دربة إلى السؤال الخامس والذي يقول صف هذا الرجل وأظهر سلوكاته غير الصحية الجواب هو يبدو أن هذا الرجل كان بديلا وضعيف القوة وذلك من خلال سلوكاته غير الصحية مثل الإفراط في الطعام والشراب أكل الدهون والمقليات التدخين وعدم النوم بانتظام إلى السؤال السادس الذي يقول إن صح هذا الرجل محولا هذه الجملة مارس الرياضة وتجنب الإفراط في الأكل إذا خطبنا هذا الرجل بهذه الجملة نقول مارس الرياضة وتجنب الإفراط في الأكل إلى السؤال السابع لو أن الطبيب خطب مارضين بهذه الجملة ماذا يقول لهما؟ الجملة هي حافظ على عفيتك والتزم بقواعد الصحة الجواب حافظ على عفيتكما والتزم بقواعد الصحة إلى السؤال الثامن والذي يقول جد في النص ما يلي إذن لدينا أمامنا هذا الجدول أول شيء طلبوا منا أن نجد في النص اسم فاعل اسم فاعل هو الإسم الذي أسمي به الفاعل ويكون على وزن فاعل وجدنا في النص جاهلا خبر لفعل ناقص سنجد في النص خبر سارة والذي هو إيجابية يكون خبر منصوب همزة متطرفة أي في آخر الكلمة في النص مثلا نجد المرأة وهمزة متوسطة أي في وسط الكلمة سنجد كأس السؤال التاسع أعرب الكلمات المسطرة في النص أول كلمة هي سعيدا عاش كيف سعيدا إذن سعيدا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها ثاني كلمة للإعراب هي لتؤرقه إذن لدينا هنا اللام حرف نصب يفيد التعليل أما تؤرقه فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره التحليل في النصب يفيد التحليل في النصب يفيد التحليل في النصب صارت التحليل إذن التحليل اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الظامة الظاهرة على آخره وبهذا لم يبقى لنا سوى جزء التعبير الكتابي أنا لم أقدمه لكم لأنني كنت قد توضعت لكم وضعية مشابهة له وهو عن الصحة سأترك لكم رابط هذا التعبير أسفل الفيديو بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الذي أتمنى أن يكون مفيدا لكم لا تنسوا الاشتراك على قناة التلميذ المتميز وإلى اللقاء